السلام عليكم مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناة وصفة نيت كنتمنى دائما فيديوهات يلقاكم وانتم في احسن حال ونتمنى دائما نبقى عند حسن ظنكم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معاكم وصفة افضل و احسن من الغريبة كتتحضر بسرعة و بمكونات جدا بسيطة كتجيه شيشة روعة من اروع ما يكون هادي ماشي غريبة هادي حريشات في الفرن كي يجيو يا سلامع كأشي و ممكن تحضرهم حتى الفطور العيد ان شاء الله على بركتي الله اولا كنجيبو ايناء فجغة نجنو و كنوضعو فيه قبصة او لقبيصة من الملح اللي تكون كبيرة شوية كنضيفو بيضة وحدة من حجم كبير من بعد كنجيو كنضيفو نصف كأس من السقر اهنا يا الكأس اللي غادي ناخدو به القياسات هو كأش شاي البغريبي اللي كي يزلينه 150 ميلي لتر في السوائل وعدنا كيسين سقر بنكهة الفانيلا سبعة غرام و نصف الكل كيس بالنسبة الكأس ركيو زلينه 120 غرام في السقر يعني كنحتاجو 60 غرام من السقر كنجيبو خلاط يداوي و كنخلطو جيدا البيض مع السقر حتى كتحسو بالسقر داب من بعد كنجيبو نفس الكأس اللي هو قياس 150 ميلي لتر و كنعملو نصف كأس من الزيت و الزيت دائما كنضيفوه بشكل تدريجي على شكل خيط ملاحظة هنا يا راه ممكن تعملو اي كأس متوفر عنكم المهم انكم تاخدو القياسات بنفس الكأس الكأس اللي اخدتو به السقر هو اللي غا تاخدو به الزيت و هو اللي غا تاخدو به باقي المكونات غادي نخلطو جيدا حتى كنحصلو بلا واحد خليط تقيل ذاك الزيت كي تقلينا الخليط و كنجيو و كنعملو علبة من الزبادي او لالياهورت بالفانيلا الوزن دي العلبة هو 110 غرام غادي نجيو و غادي نضيفو النصف كأس من الكوك او جوز الهند المجفف هنا يا جوز الهند مليت بقيوا تشريوه عملوه وسط الاصبع ديالكم و ضغطو عليه ولاحظو شوفوا الاصبع ديالي ولا فيه لامعان هذا كيدل على انه فيه الزيت الى يعني ضغطوه بالاصبع ديالكم و ما لقيتوش الزيت في الاصبع ديالكم عارفوه راه معصور يعني ما تشريوش راه ما كيكونش الديد و ما كتجيناش به الوصفات لدات غادي نضيفوه للمكونات السابقة و غادي نخلطو الكل جيدا هنا يرى ممكن تخدموه حتى بالخلاط الكهربائي من بعد على بركتي الله غادي نضيفوه كأس واحد من سميدة رقيقة سميد ناعم اللي كتعملوه في البسبوصة مع واحد الكيس ديال خميرة الحلويات بيكين باودر الوزن ديال الكيس هو ثمينية غرام غادي نخلطوه سميدة مع الدقيق جيدا حتى كنساجمو هكا باش كتعطينا الخميرة لمفعول ديالها اكتر و كنضيفوهم الخليط السابق و كنحركوه جيدا هنا يرى قلت لكم السميدة مع الدقيق مهمتو ما فهمتوني سميدة مع الخميرة غير غلط غادي نجيو و كنعملوه الكأس الثاني يعني كأسين من السميدة رقيقة ما يعادل مئتين واربعين غرام مئاتين واربعون غرام القياس بالغرام هنا غادي نزولو ذاك الخلاط اليدهوي و غادي نخلطوه غير بواحد الميل عاقة او لا تخلطوه حتى باليد باش تحكموه في الخليط هنا ايه لان الخليط كيكون تقيل ذاك الخلاط يدوير ما غاديش يخدموه لينا مزيان غادي نجيو هنا باليد ديالنا نعودو نخدموه شوية و حاولو ما تعجنوه يعني ماشي كما كانت تعجنوه الخبز باش يجيكم هكا يجيكم الوسط ديالة الحريشات مفردين و ما يجيش مع الجن غادي نجيو غادي نغطيه بلاستيك غدائي و نخليوها واحد المدة ديال 5 دقايق غير باش تشرب لينا السميدة دوك السوائل و بعد ما تشربت لينا غادي نجيبوه صحن غادي نعملو فيه ملعقتين من جوز الهند او الكوك ملعقتين كبار مع ملعقة كبيرة من السميدة رقيقة يعني نفسها اللي عملنا و ملعقة كبيرة من هنايا السكر بودرة يعني سكر غلاسي هنا عملت سبيسيال يعني الخاص بالحلويات غادي نجيو غادي نخلطو هاد المقونات جيدا مع بعضها ملاحظة انا را غادي نضيف كميه اخرى يعني هاد الكميه اللي عطيتكم غادي نضاعفها لان هادي ما غا تكفانيش غادي نجيبوه صفحة الفون كندهنوها بالزيت او لا تفرشوها بورق الطبخ احتينا فرشتوها بورق الطبخ دهنوها بالقليل من الزيت الاحتياط فقط باش ما تلصق لكم شالحلوه من بعد غادي نجيو وغادي نجيبو ماء الظهر او لماء الظهر او لماء الظهرة البرتوقال الى ما متوفرت عندكم غادي تعوضوه بالماء العادي كما ممكن تعوضوه بعاصير البرتوقال راحت الماء العادي را كيجيزوين غير هو مظهر راك يعطي انك هديانو كيجيو صراحة رائعين على بركتي الله كنشكلو منهم قريات الحجم اللي حساب الرغبة واشو بغيتوهم صغار ولا اكبر انا عملتهم من حجم من توسط هادي نعملوهم في هاد مظهر هكا وغادي نهزوهم ونعملوهم في الخاليط اللي سبق لنا حضرنا اه هنا يا كنهزوهم بالشوكة لكن لا غادي تخدموا باليد ديالكم را غادي تحكموا فيهم اكتر لان تكونوا هما لي خفاف يعني الى وضعتوهم في الماء حاولوا تهزوهم بسرعة لانا الى خليتوهم را غادي تفرتوا لكم في الماء او لغايدوا لكم في الماء بنفس طريقة كنعملو دائرة ولا كورا وكن نوضعوها في الماء مظهر مظهر او للماء هنا عملت مظهر كما قلت لكم وغادي نهزوها بسرعة باش مدوا باش لكم مصد هاد الماد يظهر اشتوا معايا ونوضعوها مباشرة في هاد الخاليط وخا يتخسر شكل ديالها ما يبقاش دائري ماشي مشكل را عملك توضعوها في هاد الخاليط انتو ما كتعودو تقدو لها شكل ديالها مهما نعود نقدو لها الشكل هكا ونوضعوها في حد الفرن وهنا يراني شعرت الفرن يسخن هنا عملتو يسخن غير من الاعلى او لا غير من الفوق فقط عملتو على درجة حرارة مئتين لكن من بعد را غادي ننقص درجة الحرارة اللولين خدمتو بهكا كاك من بعد غادي نبدأ نخدم على هاد طريقة كناخد كمية نشكل منها كورا ونضعها في هاد الماء ونهزها ونوضعها في هاد الخاليط ومن بعد را غادي نمسح اليد ديالي وغادي نفندهم في الخاليط اللي سبق لينا هاد طريق اللي كانت بقى افضل من الشوقة وحتى كنت تحكمو فيهم مزيان هنا يا مسحة اليد ديالي باش ميلتسقش مع هاد الخاليط اللي خلطنا وكنجي وكنبدو نفندوهم على هاد الشكل وكنوضعوهم في صافحة ديال فرن وغادي نستمرو بنفس طريقة حتى غادي نكملو كل كمية اللي متوفرة عندكم انا غادي نكمل بهالطريقة التانية لانها عملية وكنخدموه كبسرعة من بعد كنجي وكنوضعو فيهم سواء اللوز ولا الكوكا ولا الفول السوداني ولا ممكن تخليوهم كمهكا يعني تدخلوهم الفرن مباشرة غير هاد الوزاق يجيو راقيين حتى في شكل ديالهم من بعد غادي ندخلهم الفرن كما قلت لكم راني شعلتوا من الاعلى غادي نعمل عليهم النار من الفوق حتى كيتشقوه ومن بعد غادي نهبطهم وغادي نعمل عليهم النار من الاسفل حتى كيتحمروه من الاسفل الى عندكم فرن غازي راقي تعملوهم في الاسفل يعني النار تكون عليهم من الفوق حتى كيتشقوه غير كيتشقوه سافي طلعوهم الفوق وخليهم حتى كيتحمروه من الاسفل ورجعو حمروهم من الفوق بالنسبة لدرجة الحرارة انا طيبتهم علي 170 درجة مئاوية فرن غازي غادي تعملو درجة حرارة متوسطة متكونش قوية ومتكونش خفيفة وبعد ما خرجناهم الفرن كيكون هذا هو شكل ديالهم نهائي كيجيوا راقي هنا صراحة تصوير معطاهم مش حقهم راكيجيوا روعة 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 كنحمروهم طبعا وما كان طيبوهم مش بزاك باش ميجيونش ناشفين من الاسفل اهو شكل ديالهم شتو را ما طيبتهم مش بزاك غير الراحة حمرتهم انتمنى تجربو مينالو اعجابكم شكرا على حسن المتابعة والسلام اشتركوا في القناة